السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم رح يكون قسمة الأعداد النسبية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول رح نبدأ بحل تمارين فقرة تأكد المثال واحد اكتب النظير الضربي لكل عدد مما يأتي إذا كان عندي كسر اعتيادي بهذا الشكل بسط ومقام وطلب مني النظير الضربي فقط نقلب البسط والمقام ويبقى العدد كما هو إذا كان سالب سالب وإذا كان موجب موجب ما يتغير يعني بالنسبة إلى الإشارة إذن ما نحط يساوي حط سهم بهذا الشكل النظير الضربي هو سبعة على خمسة بحيث إذا ضربت خمسة على سبعة ضرب سبعة على خمسة يكون الناتج يساوي واحد السؤال الثاني ما عندي بسط ومقام فقط عندي بسط سالب اطنعش بسط إذن هذا بيكون على واحد إذا كان المقام واحد لا يكتب في العدد ولهذا راح يكون النظير الضربي هو واحد على سالب اطنعش طبعا الإشارة السالبة نقدر نخليها مع البسط ونقدر نخليها مع المقام ونقدر نخليها في منتصف الكسر ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة نحول هذا الكسر الاعتيادي إلى كسر غير فعلي نضرب العدد الصحيح في المقام اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية زائد البسط يساوي أولا لازم نحوله إلى كسر غير فعلي بعدين نجيب النظير الضربي اثنين في أربعة ثمانية زائد ثلاثة يساوي 11 على أربعة الآن نجيب النظير الضربي نعكسهم الإشارة نقدر نخليها في المنتصف كما هي فقط نقلب البسط والمقام صير عندي أربعة على 11 ننتقل الآن إلى المثال الثنين أوجد ناتج القسمة في أبسط صورة نحول عملية القسمة من قسمة إلى ضرب بثلاث خطوات الخطوة الأولى يكتب الكسر الأول مثل ما هو اثنين على ثلاثة نقول له يساوي اثنين على ثلاثة ثم نحول إشارة القسمة إلى ضرب بعد ذلك نأتي بالنظير الضربي للكسر الثاني إلا بعد إشارة القسمة فيكون أربعة على ثلاثة النظير الضربي للثاني إلا بعد الإشارة إلا قبل الإشارة يبقى كما هو ونغير القسمة إلى وين ضرب في هذه الحالة نقدر نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام ولكن نقدر قبلها نبسط هنا طبعا لا يوجد تبسيط الأعداد أعداد موجبة نضرب اثنين في أربعة البسط في البسط اثنين في أربعة ثمانية ثلاثة في ثلاثة تسعة أبسط صورة سؤال خمسة يساوي مثل ما قلنا الطريقة العدد الأول كما هو خمسة على ثمانية إشارة القسمة تتحول إلى ضرب ونأتي بالنظير الضربي للعدد الثاني يصير اثنين على واحد نبدأ الآن نبسط أو نضرب وبعدين نبسط زين فإذا بسطنا من البداية كان أسهل إلينا اللي اثنين مع الثمانية في أثناء التبسيط لازم يكون عدد من البسط وعدد من المقام سواء كانوا على نفس الكسر أو على كسرين مختلفين هذا على اثنين فيها واحد على اثنين ثمانية على اثنين فيها كم أربعة ونقوم بعملية الضرب خمسة ضرب واحد خمسة أربعة ضرب واحد أربعة كسر غير فعلي كم أربعة في الخمسة نقول له واحد ويبقى واحد على أربعة وإذا تركنا خمسة على أربعة أيضا إجابتنا تكون صحيحة ننتقل الآن إلى سؤال ستة ثلاثة على أربعة أو ثلاثة على ثمانية عفوا كما هو نحول القسمة إلى ضرب ونأتي بالمعكوس الضربي السالب كما هو ما يتغير عشرة على تسعة نبدأ الآن بالتبسيط الثلاثة مع التسعة على ثلاثة فيها واحد على ثلاثة ثلاثة العشرة مع الثمانية على ثنين أربعة على ثنين خمسة يبقى عندي إذا ضربنا عدد موجب في عدد سالب الناتج يكون بالسالب واحد ضرب خمسة خمسة أربعة ضرب ثلاثة يساوي أطنعش إذن الناتج سالب خمسة على أطنعش هذا بالنسبة إلى سؤال ستة سؤال سبعة أيضا يساوي بما أنه عندي سالب ضرب سالب الناتج أو قسمة سالب الناتج حتما بيكون بالموجب فنترك الإشارات من البداية ما يحتاج أضع إشارات السالب سالب ضرب سالب الناتج راح يطلع بالموجب نحول سبعة على ستعش كما هو بنفس الطريقة القسمة تتحول إلى ضرب ونأتي بالنظير الضربي ثمانية على سبعة نعكسهم يعني المعكوس الضربي نبسط الآن السبعة مع السبعة تروح فيها واحد وهذه فيها واحد الستعش مع الثمانية على ثمانية فيها واحد على ثمانية فيها اثنين يبقى عندي واحد ضرب واحد واحد اثنين ضرب واحد اثنين اذا الناتج نصف ننتقل الآن إلى سؤال ثمانية سؤال ثمانية عندي أربعة على خمسة ما يتغير نحول هذه القسمة إلى ضرب ثمانية على واحد نجيب الآن النظير الضربي إلا إليه واحد على ثمانية نبسط الأربعة مع الثمانية على أربعة فيها واحد على أربعة فيها اثنين نبدأ الآن نضرب البسط في البسط واحد ضرب واحد واحد خمسة ضرب اثنين عشرة إذن الناتج رح يكون واحد على عشرة ننتقل الآن إلى سؤال تسعة سؤال تسعة عندي تسعة على عشرة نحول القسمة إلى ضرب أيضاً هذه الثلاثة على واحد يصير النظير الضربي واحد على ثلاثة نبسط الثلاثة مع التسعة على ثلاثة فيها ثلاثة على ثلاثة فيها واحد ثلاثة ضرب واحد ثلاثة عشرة ضرب واحد عشرة إذن الناتج ثلاثة على عشرة ننتقل الآن إلى سؤال عشرة سؤال عشرة عندي الآن نحول إلى كسور غير فعلية نشوف الآن سؤال عشرة عندي سالب ضرب سالب من البداية سالب قسمة سالب إذا تشابهت الإشارات في القسمة أو في الضرب يكون الناتج موجب فما يحتاج كأنها الإشارات السالبة غير موجودة فنضرب خمسة ضرب ستة يساوي خمسة ضرب ستة يساوي ثلاثين زايد خمسة خمسة وثلاثين على ستة نبدأ الآن بالقسمة أربعة ضرب ثلاثة اطنعش زايد اثنين يكون عندي اطنعش زايد اثنين يساوي ارباطعش إذا نقول له هنا قسمة طبعا ارباطعش على ثلاثة ثم نقوم بالتحويل إلى الضرب الخمسة وثلاثين على ستة كما هي نحول القسمة إلى ضرب ونأتي بالنظير الضربي ثلاثة على أرباطعش نبدأ الآن بالقسمة على سبعة الخمسة وثلاثين تقبل القسمة على سبعة على سبعة فيها كم خمسة على سبعة فيها اثنين الثلاثة مع الستة نبسطها على ثلاثة واحد على ثلاثة اثنين إذا نقول يساوي خمسة ضرب واحد خمسة اثنين ضرب اثنين اربعة الخمسة كم اربعة فيها واحد ويبقى عندي واحد على اربعة هذا بالنسبة إلى سؤال عشرة ننتقل الآن إلى سؤال 11 عدنا الآن سالب العدد الأول سالب والثاني موجب الناتج إذا اختلفوا يكون الناتج بين بالموجب سواء كان قسمة أو ضرب نحن الآن نحول إلى كسور غير فعلية ثلاثة ضرب اطنعش ثلاثة ضرب اطنعش يساوي ستة وثلاثين زائد سبعة ثلاثة واربعين نقول يساوي سالب ثلاثة واربعين على اطنعش رح نختصر رح نحط هنا الضرب رح نعكس الآن اللي يطلع عندنا ستة في ستة ستة وثلاثين ستة وثلاثين زائد خمسة واحد واربعين اللي واحد واربعين مفروض نكتبها فوق بس بما أن قلبنا القسمة إلى ضرب نكتبها تحت والستة وين نكتبها فوق علشان نبسط واختصارا للحل الستة تتبسط مع وين مع الاثنعش على ستة فيها واحد على ستة فيها كم اثنين فنقول سالب ثلاثة واربعين ضرب واحد سالب ثلاثة واربعين اثنين ضرب واحد واربعين اثنين وثمانين أبسط صورة هذا بالنسبة إلى المجموعة الأولى من حل التماريب ننتقل الآن إلى السؤال الثاني عشر تعد البومة القزم من أصغر البوم وتبلغ كتلتها اثنين واربعين ونصف اجراما ومن أكبر أنواع البوم بومة النسر الأوراسي التي كتلتها اربع الاف واربعمية وعشرين اجراما كم مرة يساوي كتلة بوم النسر الأوراسي كتلة البوم القزم هنا راح ناخد كتلة النسر الأوراسي ونقسمها على كتلة البوم القزم نقول لها أربع آلاف واربعمائة وعشرين قسمة اثنين واربعين ونصف في البداية طبعا راح نحول هذه القسمة إلى ضرب قبل لا نحولها إلى ضرب نحول الكسر الاعتيادي إلى كسر غير فعلي أربع آلاف واربعمائة وعشرين قسمة اثنين واربعين ضرب اثنين يساوي أربعة وثمانين زائد واحد خمسة وثمانين على اثنين بعد ذلك نقوم بعملية التحويل إلى ضرب العدد الأول كما هو هذا على واحد أربعة آلاف واربعمائة وعشرين على واحد ضرب نأتي بالنظيرة الضربي اثنين على خمسة وثمانين نحن طبعا اختصارا إلى الوقت أربع آلاف واربعمائة وعشرين قسمة خمسة وثمانين يساوي اثنين وخمسين إذا قسمنا بالقسمة المطولة أربع آلاف واربعمائة وعشرين قسمة خمسة وثمانين رح يطلع عندي اثنين وخمسين اختصار فراح يصير عندي هنا طبعا هذه راح تروح على خمسة وثمانين واحد على خمسة وثمانين اثنين وخمسين اثنين وخمسين ضرب اثنين يساوي مائة وأربعة قسمة واحد يساوي مائة وأربعة مرة إذن عن هذا البوم النسر مقارنة بألبوم القزم عن هذا البوم بمائة وأربعة مرة يعني تقريبا مائة مرة هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني عشر ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة اكتب النظير الضربي لكل عدد مما يأتي قلنا إذا العدد سالب يبقى كما هو فقط نقل بالبسط والمقام يصير عندي تسعة على سالب سبعة أيضا هذا السؤال سالب ثمانية على خمسة خمسة هي خمسة على واحد يصير واحد على خمسة الثمنطعش النظير الضربي واحد على ثمنطعش هذا لازم نحوله أولا إلى كسر غير فعلي ثلاثة في خمسة 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 زائد اثنين سباطعش على خمسة الآن نجيب النظير الضربي خمسة على سباطعش ننتقل الآن إلى سؤال ثمنطعش بنفس الطريقة أربعة في ثمانية ثنين وثلاثين زائد واحد يساوي ثلاثة وثلاثين على ثمانية حولنا إلى كسر غير فعلي المعكوس أو النظير الضربي ثمانية على ثلاثة وثلاثين عدنا سؤال تساطعش راح نحل مباشرة في الأسفل ثنين على خمسة أوجد ناتج القسمة العدد الأول كما هو ثم بعد ذلك نقوم بالضرب تحوي القسمة إلى ضرب ونعكس الكسر الثاني البسط والمقام يصير أربعة على ثلاثة نقوم بعملية ضرب البسط في البسط والمقام في المقام ثنين في أربعة ثمانية خمسة في ثلاثة خمستاش أبسط صورة سؤال عشرين عندي عددين موجبين الناتج بالموجب العدد الأول كما هو ثلاثة على ثمانية بعد ذلك نحول القسمة إلى ضرب ونأتي بالنظير الضربي يصير عندي ثلاثة على اثنين نقوم بعملية الضرب ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة ثمانية ضرب اثنين اثنين ستعاش تسعة على ستعاش أبسط صورة سؤال واحد وعشرين اثنين على ثلاثة كما هو ضرب الخمسة على ستة تصير ستة على خمسة ونقوم بعملية الضرب اثنين نقدر نبسط الستة والثلاثة على ثلاثة فيها ثنين على ثلاثة واحد احنا طبعا نبسط علشان يكون يعطيني أبسط صورة مباشرة أثناء الضرب اثنين ضرب اثنين اربعة واحد ضرب خمسة خمسة اربعة على خمسة سؤال اثنين وعشرين العدد الاول كما هو اثنين على خمسة ضرب العشرة على واحد تصير نبسط الخمسة مع العشرة على خمسة واحد على خمسة اثنين اثنين ضرب اثنين اربعة واحد ضرب واحد واحد اربعة قسمة واحد يساوي اربعة ننتقل الآن الى سؤال ثلاثة وعشرين سالب اربعة على خمسة على خمسة الثاني النظير الضربي اربعة على ثلاثة هذا السؤال لنحل الآن ثلاثة وعشرين طبعا ما نقدر نبسط والعدد من هذه الاعداد سالب اربعة ضرب اربعة سالب ضرب موجب سالب 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 خمسة على خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمستاش يكون الناتج طبعا اذا بسطنا اكثر سالب السلب كم خمستاش فيها واحد ويبقى واحد على خمستاش سؤال اربعة وعشرين عندي سؤال اربعة وعشرين ثلاثة على عشرة كما هو العدد ضرب سالب اثنين على ثلاثة يصير ثلاثة على اثنين نقوم بعملية الضرب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة سالب تسعة عشرة ضرب اثنين عشرين ابسط صورة ننتقل الآن الى سؤال خمسة وعشرين سالب خمسة على تسعة كما هو ضرب النظير الضربي لسالب اثنين على ثلاثة يصير ثلاثة على اثنين سالب ضرب سالب يعطيني موجب مانا اثنين هم بالسالب الجواب بالموجب نقدر نبسط طبعا الثلاثة مع التسعة على ثلاثة فيها واحد على ثلاثة فيها ثلاثة خمسة ضرب واحد خمسة ثلاثة ضرب اثنين ستة اذا الناتج خمسة على ستة سؤال ستة وعشرين بما ان عندي سالب ضرب سالب فالناتج موجب سبعة على اطنعش كما هي نحول الان الى ضرب الخمسة على ستة تصير ستة على خمسة نقوم بعملية التبسيط الستة على اطنعش على ستة فيها واحد على ستة فيها اثنين سبعة ضرب واحد سبعة اثنين ضرب خمسة عشرة اذا الناتج هو سبعة على عشرة هذا بالنسبة الى المجموعة الثالثة ننتقل الان الى تابع المجموعة الثالثة سؤال سبعة وعشرين اثنين على خمسة كما هو العدد القسمة تتحول الى ضرب الاربعة النظير الضربي الاربعة واحد على اربعة نبسط الان الاثنين مع الاربعة على اثنين واحد على اثنين اثنين واحد ضرب واحد واحد خمسة ضرب اثنين عشر اذا الناتج واحد على عشرة سؤال ثمانية وعشرين التسعة على ستة عشر كما هو الكسر الاول القسمة تتحول الى ضرب الثلاثة النظير الضربي لها واحد على ثلاثة نقدر نبسط التسعة مع الثلاثة على ثلاثة فيها واحد على ثلاثة فيها ثلاثة ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ستة عشر ضرب واحد ستة عشر اذا الناتج ثلاثة على ستة عشر تسعة وعشرين العدد الاول كما هو اربعة على خمسة نحول القسمة الى ضرب النظير الضربي الى الستة واحد على ستة نبسط الان الاربعة مع الستة اثنين يقبلوا القسم على اثنين على اثنين اثنين على اثنين ثلاثة اثنين ضرب واحد اثنين خمسة ضرب ثلاثة خمستاش اذا الناتج اثنين على خمستاش سؤال ثلاثين سؤال ثلاثين عندي العدد الاول كما هو ستة على سبعة ضرب نظير الضربي للاربعة هو واحد على اربعة نبسط الستة مع الاربعة على اثنين ثلاثة على اثنين اثنين ثلاثة ضرب واحد ثلاثة سبعة ضرب اثنين اربعة اذا الناتج هو ثلاثة على اربعة سؤال واحد وثلاثين العدد الاول كما هو طبعا نحول الى كسر غير فعلي ثلاثة ضرب اربعة اطنعش زائد ثلاثة خمستعش على اربعة خمستعش على اربعة نحول ايضا القسمة الى وين الى ضرب ونعكس مباشرة نحول اثنين ضرب اثنين اربعة زائد واحد خمسة على اثنين بس نقلب الخمسة على اثنين يصير اثنين على خمسة لان نحول القسمة الى ضرب نقدر نبسط الان على اثنين واحد على اثنين اثنين الخمسة مع الخمسة على خمسة واحد على خمسة ثلاثة اذا ثلاثة ضرب واحد ثلاثة اثنين ضرب واحد اثنين يساوي واحد ونصف سؤال اثنين وثلاثين عدنا ايضا بنفس الطريقة كسور اتياديا نحولها الى كسور غير فعلية سبعة ضرب اثنين ارباطعش زايد واحد خمسة على اثنين ضرب اثنين ضرب عشرة اثنين ضرب عشرة يساوي عشرين زايد واحد واحد وعشرين على عشرة نقلبها صير عشرة على واحد وعشرين نقسم نبسط الاثنين مع العشرة على اثنين واحد على اثنين خمسة الخمسطعش مع الواحد وعشرين يقبل القسم على ثلاثة على ثلاثة خمسة على ثلاثة سبعة خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين واحد ضرب سبعة سبعة كم سبعة في الخمسة وعشرين فيها ثلاث ويبقى أربعة على سبعة هذا بالنسبة إلى سؤال اثنين وثلاثين سؤال ثلاثة وثلاثين سؤال ثلاثة وثلاثين عندي عدد سالب مع عدد موجب حولهم إلى كسور غير فعلية اطنعش ضرب أربعة يساوي ثلاثة ثمانية واربعين زائد واحد سالب تسعة واربعين على أربعة القسمة نحولها إلى ضرب نحول كسر هذا الثاني إلى كسر غير فعلي أربعة في ثلاثة اطنعش زائد اثنين أربعة طعش على ثلاثة بس نحن نقلبهم لأننا حولنا القسمة إلى وين ضرب فبصير ثلاثة على أرباطعش ونبدأ الآن التسعة واربعين مع الأرباطعش يقبلوا اثنينهم القسمة على سبعة على سبعة فيها سبعة على سبعة فيها ثنين يساوي سالب سبعة ضرب ثلاثة سالب واحد وعشرين أربعة في أربعة في أثنين يساوي ثمانية إذن الآن كم يتبقى عندي كم ثمانية في الواحد وعشرين اثنين ستة عش ويبقى خمسة على ثمانية الإجابة تكون بوين بالسالب أو نتركها سالب واحد وعشرين على ثمانية ننتقل الآن إلى سؤال أربعة وثلاثين سؤال أربعة وثلاثين حول إلى كسر غير فعلي عشرة ضرب خمسة خمسين زائد واحد واحد وخمسين على خمسة ضرب كسر الثاني بالسالب ما نحن حولناه ضرب طبعا هو جاهز كسر اعتيادي ما فيه طبعا جزء صحيح وجزء كسري ثلاثة على خمسة يصير خمسة عشر على ثلاثة هنا الآن طبعا موجب ضرب سالب الجواب يكون بوين بالسالب قبل الآن نضرب نبسط الواحد وخمسين والثلاثة يقبلوا يتبسطوا لأن الواحد وخمسين من مضاعفات الثلاثة على ثلاثة فيها واحد واحد وخمسين قسمة ثلاثة فيها سباطعش الخمسة مع الخمسة على خمسة واحد على خمسة ثلاثة إذن بيكون عندي سباطعش ضرب ثلاثة سالب واحد وخمسين على واحد إذن الناتج بيكون سالب واحد وخمسين هذا بالنسبة إلى إكمال المجموعة الثالثة ننتقل الآن إلى سؤال خمسة وثلاثين نجد محيط هندسة نجد محيط الدائرة المقصود بمح المحيط اختصار كلمة المحيط باستعمال العلاقة الآتية المحيط يساوي اثنين طا ضرب نصف القطر النق اختصار إلى نصف القطر هو طول نصف قطر الدائرة ما طول نصف قطر الدائرة المجاورة مقربا إلى أقرب عشر هنا طبعا هو أعطاني هذا العلاقة وأعطاني المحيط المحيط هذا هو المحيط ثلاثة وخمسين فاصلة اثنين فنكتب له هذه العلاقة المحيط يساوي اثنين طا في نصف القطر المحيط كم يساوي قال لي ثلاثة وخمسين فاصلة اثنين يساوي اثنين كم الطا الطا قال لي تساوي اثنين وعشرين على سبعة نصف القطر غير موجود نصف القطر غير موجود سوف نقوم بالآتي رح نضرب أولا اثنين ضرب اثنين وعشرين رح يعطيني اربعة واربعين على سبعة وهنا عندي ثلاثة وخمسين على اثنين وهنا عندي نصف القطر معادلة من معادلات الضرب نقسم الطرفين على اربعة واربعين على سبعة وهذا على اربعة واربعين على سبعة هذه القسمة تسمى قسمة عمودية احنا رح نكتبها الآن نصف القطر بالقسمة اه الافقية هذا مع هذا يروحوا مع بعض يساوي واحد يبقى نصف القطر نقول له نصف القطر ثلاثة وخمسين فاصلة اثنين وراح نحولها الى قسمة بدن ما هي عمودية الى وين افقية قسمة اربعة واربعين على كم على سبعة بعد ذلك نحولها الى ضرب مثل ما سوينا الآن في المسائل السابقة فبصير عندي العدد الاول كما هو ثلاثة وخمسين فاصلة اثنين ضرب اذا حولنا الى ضرب نأتي بالنظير الضربي لهذا العدد سبعة على اربعة واربعين بعد ذلك نقوم بتحويل هذا الكسر العشري الى كسر وين اعتيادي كما يلي ثلاثة وخمسين فاصلة اثنين من عشرة نكتب هذا العدد كامل خمسمائة واثنين وثلاثين على كام عشرة حولنا الى كسر اعتيادي ونضربها في كام في سبعة على أربعة واربعين طبعا اقدر ابسط الآن التبسيط بيكون عندي كما يلي عندي الاربعة واربعين تتبسط معه خمسمائة واثنين وثلاثين نقدر نبسطهم على أربعة هذا على أربعة في إحدائش وهذا على أربعة مئة وثلاثة وثلاثين يعطيني هذا اللي نقدر نبسطه وبعد ذلك نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام مئة وثلاثة وثلاثين ضرب سبعة طبعا بالضرب العمودي ثلاثة في سبعة واحد وعشرين سبعة في ثلاثة واحد وعشرين واثنين ثلاثة وعشرين سبعة في واحد سبعة واثنين تسعمائة وواحد وثلاثين إذن تسعمائة وواحد وثلاثين عشرة ضرب 11 يساوي مئة وعشرة طبعا إذا بسطنا طبعا كم مئة وعشرة في تسعة تسعمائة وواحد وثلاثين فيها تقريبا طبعا بالقسمة المطولة هذا نرجع لها تقريبا فيها ثمانية ونصف الوحدة طبعا بتكون طول نصف القطر بما أن المحيط بالسانتي هذا أيضا بيكون بالسانتي إذن نصف القطر حوالي ثمانية فاصلة خمسة يعني ثمانية ونصف ننتقل الآن إلى السؤال التالي جسم الإنسان استعمل المعلومات في الجدول المجاور لحل السؤالين 36 و37 يبين الجدول المجاور تركيب جسم إنسان بالغ يتمتع بالصحة ويقصد بكتلة خلايا الجسم العضلات والأعضاء والدم ويقصد بالأنسجة الداعمة بلازمة الدم والعظام سؤال 36 كم مرة تساوي كتلة جسم الإنسان بالنسبة إلى الدهون هذه كتلة جسم الإنسان سؤال 36 بما أن بدأ قال لي كتلة جسم الإنسان إلى وين؟ إلى الدهون يعني هذا العدد على هذا العدد كتلة خلايا الجسم 11 على 20 قال لي إليه يعني إليه يعني هذه قسمة إلى الدهون الدهون 3 على 20 قسمة 3 على 20 نحن طبعا نعرف نحول كيف نجيب القسمة بالضرب نحولها إلى وين؟ ضرب 11 ضرب 1 11 1 ضرب 3 3 هنا نقول لي طبعا كم 3 في 11؟ نقول لي 3 ويبقى 2 على 3 مرة من كتلة الدهون إذن 3 و 3 مرة من كتلة وين؟ الدهون تساوي كتلة خلايا الجسم 3 و 3 مرة من كتلة وين؟ ننتقل الآن إلى سؤال 37 بنفس الطريقة كم مرة تساوي كتلة خلايا الجسم؟ كتلة خلايا الجسم 11 على 20 إلى الأنسجة الداعمة الأنسجة الداعمة هي 3 على 10 نحول القسمة إلى وين؟ إلى ضرب صير عندي 11 على 20 ضرب 10 على 3 نبسط العشرة مع العشرين على العشرة فيها واحد على عشرة فيها اثنين 11 ضرب واحد 11 اثنين ضرب ثلاثة يساوي 6 كم 6 في الـ 11؟ واحدة ويبقى 5 على 6 مرة من الأنسجة الداعمة هذا بالنسبة إلى سؤال 36 وسؤال 37 ننتقل الآن إلى الأسئلة التالية استعمل تحليل وحدات القياس للتحقق من معقولية الإجابة في السؤالين 38 وتسعة وثلاثين نقرأ السؤال يحتاج ثلاثة أشخاص إلى اثنين ونصف ساعة لدهان غرفة كبيرة كم ساعة يحتاج خمسة أشخاص لدهان غرفة مشابهة؟ يعني بنفس الحجم أولاً الثلاثة الأشخاص كل واحد فيهم يصبغ ساعتين ونصف يعني لازم نجيب عدد الساعات نقول لي عدد الساعات نضرب ثلاثة ضرب اثنين ونصف لاثنين ونصف اثنين ضرب اثنين نحولها لكسر غير فعلي اربعة زايد واحد خمسة على اثنين ونضرب الآن ثلاثة في خمسة خمسة عشر على اثنين خمسة عشر على اثنين يساوي سبعة ونصف إذن عدد الساعات هي سبعة ونصف ناخد هذه عدد الساعات ونقسمها السبعة ونصف هي طبعاً خمسة عشر على كم؟ على اثنين ناخدها الآن ونقسمها على خمسة أشخاص نشوف الشخص الواحد يحتاج إلى كم ساعة نقول لي الآن هذه نخليها نرجحها زي ما كانت نقول لي خمسة عشر على اثنين قسمة خمسة بعد ذلك نقوم بالتحويل إلى الضرب خمسة عشر على اثنين ضرب واحد على خمسة نبسط على خمسة فيها واحد على خمسة فيها ثلاثة ثلاثة ضرب واحد ثلاثة اثنين ضرب واحد اثنين ثلاثة على اثنين تعني واحد ونصف ساعة يعني كل واحد راح يصبغ بساعة ونصف الخمسة الأشخاص يحتاجوا إلى دهان هذه الغرفة يحتاجوا إلى ساعة ونصف كل واحد من الصباغين الخمسة راح يصبغ ساعة ونصف فكلهم بخلصوا في ساعة ونصف ننتقل الآن إلى سؤال تسعة وثلاث نقليات تقوم إحدى الناقلات بتأمين الوقود لمحطة محروقات تبعد مصفات التكرير عن نفط ثلاثمائة وخمسين كيلو متر كم ساعة تستغرق رحلة الناقلة إذا كانت تسير بسرعة معدل اثنين وستين هذه طبعا وش معنى طبعا؟ معنى أن نقسم ثلاثمائة وخمسين ثلاثمائة وخمسين على ثنين وستين طبعا هذه العداد تقبل القسم على ثنين عداد زوجية رح نقسم له المسافة على وين؟ على معدل السرعة علشان يعطيني طبعا الزمن كم يحتاج من الزمن التقريبي إذا قسمنا على ثلاثمائة وخمسين يصير عندي مئة وخمسة وسبعين لاثنين وستين على ثنين واحد وثلاثين هنا طبعا نروح إلى القسمة وين؟ المطولة كم واحد وثلاثين في الخمسة وسبعين تقريبا فيها خمسة خمسة ضرب واحد وثلاثين يعطيني مئة وخمسة وخمسين مئة وخمسة وخمسين ويتبقى عشرين يتبقى عشرين على واحد وثلاثين قل له ساعة تقريبا طبعا هذه تكون بالقسمة وين؟ المطولة ننتقلان إلى سؤال أربعين مكتبات يحتفظ ناصر بكتبه على رف يبلغ طوله ستة وعشرين وربع سنتيمتر ويبلغ سمك كل كتاب منها واحد وثلاثة أربع سنتيمتر ما عدد الكتب التي يمكن أن يضعها على هذا الرف طبعا بيكون عندي في البداية أخذ طول الرف ستة وعشرين وربع قسمة سمك الكتاب واحد وثلاثة أربع وبعد ذلك نقوم بتحويل هذه الكسور الاعتيادية إلى كسور غير فعلية هنا طبعا بيكون عندي أربعة ضرب ستة وعشرين مئة وأربعة زايد واحد يكون مئة وخمسة على أربعة ثم بعد ذلك نحول أيضا قسمة واحد ضرب أربعة أربعة زايد واحد سبعة على كم على أربعة هنا طبعا بيكون عندي نحول القسمة إلى وين إلى ضرب نحول القسمة إلى ضرب فبيصير عندي مئة وخمسة العدد الأول كما هو على أربعة ضرب نأتي بالنظير الضربي لسبعة على أربعة عشر يصير أربعة على سبعة ثم بعد ذلك نبسط الأربعة على أربعة واحد على أربعة فيها واحد أيضا المئة وخمسة مع السبعة المئة وخمسة من مضاعفات السبعة الثنين هم يقبلوا على سبعة على سبعة في واحد مئة وخمسة قسمة سبعة فيها كم؟ خمستعش ضرب واحد خمستعش واحد ضرب واحد واحد إذن خمستعش على واحد يساوي خمستعش كتاب إذن هذا الرف يسع إلى خمستعش من الكتب ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من حل التماري تدريب على اختبار لصنع كعكة تمر واحدة تحتاج مها إلى ثلاثين كوب من الطحين وثلاثة أثمان كيلو جرام من التمر المطحون إذا استعملت ثلاثين كوب من الطحين وواحد ونصف كيلو جرام من التمر المطحون فكم كعكة أصرع هنا طبعا كم كعكة تصنع هي تصنع كعكة واحدة بثلثي الكوب وثلاثة أثمان من الطحين فإما ناخد الأكواب هذا طبعا ثلثي كوب يصنع لي وين كعكة واحدة يبغى الآن بثلاثين وثلاثين كم كعكة يصنع هنا طبعا ناخد الأكواب من هذا الطحين نقول له اثنين وثلثين قسمه اثنين على كم؟ على ثلاثة فطلع لي وين عدد الكعكة كم كعكة تصنع من هذه الأكواب؟ نقول له في البداية نحولها إلى كسر غير فعلي ثلاثة ستة زائد اثنين ثمانية على ثلاثة القسمة نحولها إلى ضرب تصير ثلاثة على اثنين الثلاثة تروح مع الثلاثة فيها واحد واحد ثمانية ضرب واحد ثمانية واحد ضرب اثنين اثنين ثمانية قسمة اثنين اربعة إذن الإجابة أربع كعكات من الثام ننتقل الآن إلى السؤال الأخير يريد معلم إجراء تجربة في المعمل مع عشرين طالبا من طلاب الصف بحيث ينفذها كل طالب على حدة إذا كان كل طالب يحتاج إلى ثلاثة أربع كوب ثلاثة أربع كوب وليس كوب واحد ثلاثة أربع من الكوب من الخل وكان لدى المعلم خمستعشر كوبا من الخل فأي العبارات التالية يمكن أن يستعملها المعلم ليحدد ما إذا كان كمية الخل تكفي الطلاب جميعا أم لا هل يقول له عشرين قسمة خمستعشر يعني ياخد عدد الطلاب قسمة عدد الأكواب أو إنه ياخد الخمستعشر كوب من الخل على ثلاثة أربع من الكوب طبعا هو راح يقسم وين؟ راح يقسم هذا العدد خمستعشر قسمة ثلاثة أربع لماذا؟ طبعا هذا إذا قسمنا خلنا نشوف الآن يطلع إلى كم طالب راح يوزع هذا الخمستعشر كوب على الكمية ثلاثة على كم أربعة فيصير عندي خمستعشر نحول هذه إلى ضرب صير أربعة على ثلاثة خمستعشر ضرب أربعة يساوي ستين قسمة ثلاثة ستين قسمة ثلاثة يساوي عشرين طالب إذن الإجابة الصحيحة هي فقرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته